موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هلال شهر رمضان المبارك فكل عام وأنتم بألف خير وأعانى الله إياكم على الإخلاص في صيامه وقيامه وجعل الله لنا ولكم فيه مغفرة للذنوب وعتقا من النار هذه تهنئة مني لجميع الأهل والأحباب والأقرباء والأصدقاء ولكل من فاتني الرد على تهنئته شخصيا أهلا بكم موسيقى يروى أن أما مثقفة لها ابن في المدرسة الابتدائية أرادت أن تستبق الأحداث قبل استفحال انتشار فيروس كورونا فألبست ابنها كمامة وأرسلته إلى المدرسة فلما دخل الولد إلى فصله شاهده زملائه والمدرسة وهو يرتدي الكمامة فاستغربوا ما رأوا لأنهم في بلد ليس من ثقافته لبس الكمامات لغير الأطباء أو أدقم التمريد عندما جلس الولد في مقعده الدراسي نظر إليه زميله الذي بجانبه بفضول شديد وسأله ما هذه؟ رد الولد قالت أمي إنها كمامة تمنع العدوى أعطيني انجيسها قال له التلميذ الآخر في المقعد الذي وراءه أي أعطيني أجربها نزع الولد الكمامة ومدها للولد فوضعها على وجهه وضحك ثم انتقلت الرغبة في تجربتها إلى باقي زملاء الفصل وانتقلت مع هذه الرغبة الكمامة من وجه إلى وجه حتى جربها جميع من في الفصل حتى المدرسة وأعادوها للولد بعدما أرضى جميع الأطراف يقول المثل العربي الأصيل رب ضرة نافعة وهو مثل يطلق على موقف تكرهه ولكن قد يعود عليك بنفع ما فصحيح أن جائحة فيروس كورونا أجبرت الكثير من الناس على العمل من المنزل بعدما دفعتهم جهات عملهم إلى ذلك للحد من انتشار العدوى إلى أن من فوائد ذلك في شهر رمضان المبارك على الأقل أنه أصبح ممكن أن نتناول الإفطار يوميا في رمضان مع أسرتنا وصدقوني هذا أمر لا يحدث مطلقا في بلد مثل اليابان فمعظم الأيام يفطر الصائمون هنا خارج بيوتهم إما في العمل أو في طريق عودتهم من العمل فالحمد لله على كل حال بداية دعونا نلقي نظرة على أحدث الأحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا عالميا وعلى مستوى اليابان بعد مرور ثلاثة أسابيع على إعلان حالة الطوارئ نستعرض معكم مجموعة من اللوحات البيانية ونبدأها بموقع worldmeters.info في هذا الموقع نجد أحدث المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا وحيث بلغ إجمالي الإصابات في أنحاء العالم مليونين وسبعمائة وستين ألف إصابة تقريبا الوفيات تجاوزت المئة وتسعين ألف حالة وفاة التعافي تجاوزت السبعمائة وخمسين ألف حالة تعافي نسبة التعافي بلغت 80% الناس الذين أخليوا من المستشفيات أما الوفيات فكانت 20% بالنسبة للحالات التي تم إغلاق ملفها ما زال هناك حوالي مليون وثمانمائة ألف حالة نشطة مليون وسبعمائة ألف حالة منها أعراضها متوسطة أو طفيفة أما ثلاثة في المئة فقط فأعراضها خطيرة لمن يريد الاطلاع على الأرقام فقط يمكن اللجوء إلى هذا الجدول ونجد أن الولايات المتحدة ما زالت هي التي بها أكبر عدد من الإصابات في العالم وأكبر عدد من الوفيات بالاطلاع على المعلومات المتعلقة باليابان نجد أن عدد الإصابات فيها بلغ حوالي 12 ألف حالة الوفيات تجاوزت الثلاثمائة حالة وفاة التعافي حوالي ألف وخمسمائة حالة تعافي بالنسبة للحالات التي تم إغلاق منفها فهي 1822 حالة 1500 حالة منها تعافت تماما بينما هناك 328 حالة وفاة بالنظر إلى الرسم البياني المتعلق بالإصابات على مر الوقت نجد أن الإصابات ارتفعت من يوم إعلان الطوارئ في السابع من أبريل إلى أحدث البيانات ارتفعت بحوالي 8000 حالة هذا الرسم البياني أيضا يوضح الإصابات المسجلة يوميا نجد أن الذروة إلى حد الآن هناك الذروة على الأقل يمكن مشاهدتها هي 741 أو 743 إصابة في يوم واحد بينما نجد أن أحدث البيانات 418 حالة في يوم واحد وهو هبوط بحوالي 300 حالة وهو مؤشر جيد على أن إجراءات الطوارئ تؤتي أكلها بالنظر إلى هذه البيانات أستطيع أن أعرب عن بعض من التفاؤل الحذر فما زالت اليابان لم تمر من عنق الزجاجة ما زال الوضع خطيرا في اليابان ومعرض للانتشار الانفجاري في أي لحظة مع التراخي في إجراءات الطوارئ أو تراخي الناس في تطبيق إجراءات الطوارئ للمزيد من المعلومات تستطيع زيارة هذا الموقع ومشاهدة الكثير من الرسوم البيانية التي توضح المعلومات بصورة مفصلة اللوحة البيانية التالية هي أيضا مهمة بالنسبة للمشاهدين ولصاحب القناة قرأت سؤالا عن دواء ياباني اسمه أفيغان ويستفسر فيه السائل عن مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا الدواء هو بصورة مبسطة مضاد للإنفلوينزا ولا يعطى في حالات الإنفلوينزا الموسمية إنما فقط في حال انتشار سلالة جديدة من الإنفلوينزا التي تسبب أمراضا أكثر وخامة من الإنفلوينزا الموسمية وهو من إنتاج الشركة توياما للمواد الكيميائية وهي تابعة لشركة فوجي فيلم معم الشركة الصانعة للكاميرات بأنواعها وهو أحد الأدوية المرشحة للاستخدام في مكافحة انتشار فيروس كورونا بعدما أثبت بعض الفعالية في علاج مرضى كوفيد-19 في الصين وكان قبل ذلك قد استخدم في تجارب لعلاج إيبولا وفيروس غرب النيل والحمى الصفراء والحمى القلعية وغيرها وقد يتسأل البعض ما علاقة الإنفلوينزا بكورونا الجواب بصورة مبسطة أن الفيروسين يشتركان في نوعية الشريط الوراثي ولذلك هناك فكرة عامة عن آلية عمل الدواء مع كورونا لكن الأمر بحاجة للمزيد من الدراسة للتحقق ومع أن أفريغان دواء مصدق في اليابان منذ عام 2014 إلا أنه لا يخلو من المخاطر فهناك دلائل تشير إلى أنه له أعراض جانبية خطيرة على الحوامل إذ يتوقع أن يحدث تشوهات في الأجنة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم لو وجدتم أن محتواها مفيد وأعجبتكم فلا تبخلوا بنشرها والضغط على علامة أعجبتني وإن لم تعجبكم فلكم مطلق الحرية في الضغط على لم تعجبني مرتين شاهدوا الحلقات السابقة وانتظروني في الحلقة القادمة ولكن أهم من كل هذا دمتم بعافية وصح أشربتكم وخلكم دي مرائقين السلام عليكم اشتركوا في القناة